وصلنا إلى أسئلة محول وقبل إجابة على هذه الأسئلة يجب فهم المعطيات إذن من الجهد الأكبر الذي يأتي في الجهة اليسرى يسمى الجهد الأولي الإسمي وهو الجهد الممتص من الشبكة أما الجهد الذي يأتي في الجهة اليمنى فهو الجهد الثانوي الإسمي وهو الذي يغضي الحمولة هذا المحول ذو خاصة 22.12V مستعمل لتغذية دارات إلكترونية وجريت عليه التجارب التالية في الفراغ ما معنى تجربة في الفراغ أن المحول الملف الأولي يركب مع شبكة والملف الثانوي لا يركب مع الحمولة كما تلاحظون U20 يساوي 12.6V ما معنى U20 U معنى الجهد 2 معنى الثانوي السيفر بمعنى تجربة الفراغ كما تلاحظون بما أن الجهد الثانوي يساوي 12.6V لاحظوا جيدا جهد الثانوي إسمي يساوي 12.6V فهنا تستنتج أن 99% أن الهبوط في الجهد يساوي 0.6V هنا تبدأ تستخرج في الأسئلة إذن 12.6V وهو الجهد الثانوي في تجربة الفراغ أما P10 تساوي 1.8V بمعنى استطاعة واحد في الملف الأولي السيفر في دارة الفراغ تساوي 1.8V بمجرد أن تجد P10 فاعلم أنها هي الضياء الحديدي إذن P10 دائما تساوي برتفر ولديها برهان خاص نذهب إلى التيار في دارة القصيرة أو دارة القصر قال لنا من أجل A2CC يساوي A2 nominal ويساوي 3.5V إذن P1C تساوي 2.1V ما معنى P1C؟ P1C هي الاستطاعة الممتصة في الملف الأولي CC بمعنى دارة القصر وهذا المقدار دائما يمثل ضياعات الحرارية بمجرد أن يقول لك P1C اكتبها مباشرة تساوي برتفر وتساوي 2.1V ثم قال لنا يغذي هذا المحول حمولة مقاومة أهم شيء أهم شيء ما هو النوع الحمولة؟ بما أن الحمولة التي يغذيها المقاومة بماذا تمتاز الحمولة مقاومة؟ تمتاز بفرق الصفحة في 2 يساوي 0 إذن COS في 2 يساوي 1 الآن نرجع إلى أسئلتنا سؤال أول قال لكم ماذا تمثل P10؟ وماذا تمثل P1C؟ P10 تمثل ضياعات الحديدية أو مغناطسية في هذا المحول وهي تسمى برتفر أما P1C تمثل ضياعات منفع الجول أو ضياعات الحرارية في هذا المحول وتسمى برتفر جول سؤالي بعده طلب مننا حساب نسبة تحويل في الفرق نسبة تحويل في الفرق ماذا تساوي؟ M0 تساوي الجهد الثانوي في تجربة الفرق على الجهد الأولي أو تساوي تيار الأولي في تجربة القصر على تيار ثانوي في تجربة القصر هل يناسبوني القانون الثاني؟ لا يناسبوني لأنه لم يعطي لي A1C وبالتالي نعمل بالقانون الأول إذن M0 ماذا تساوي؟ تساوي 12.6V على 220V وتساوي 0.057 و50